مرحبا بكم يصرنا في قناة بذراء أن نكون أول قناة زراعية تتحدث عن طريقة زراعة بذور السيبوليت أو الثوم المعمر وطبعا يصرنا أن نشارك مع متابعين الكرام طريقة زراعة بذور هذا الصنخ من الخضار وهو الذي يظهر الآن على الشاشة وهو عبارة عن أوراق أنبوبية طويلة تشبه أوراق الثوم العادي عند اكتمال نطجها تكون أزهار ذات لون أبيض وردي وبنفسجي ويمكنك استخراج البذور منها وزراعتها البذور أصدقائي يمكنك أيضا شراءها من المحلات المختصة في بيع البذور والأسمدة الموعد المناسب للزراعة هو فصل الربيع وأواخر فصل الشتاء يمكننا زراعة البذور في صينية البذور هذه لكن يفضل الزراعة في مثل هذه الأوعية الصغيرة والأفضل لو كان في وعاء مثل هذا عمقه 20 سنتيمتر ويتوفر على ثقوب في الأسفل لتصريف ماء الرأي الزائد وهذا أمر جد مهم للثوم المعمر لأنه يحتاج لتربة رطبة قليلاً وعدم توفر صرف جيد سيؤدي لتعفن جذور النبات التعفن إخواني أخواتي يمكن أن يحدث كذلك بسبب الزراعة في تربة متماسكة كالتربة الطينية لذلك سنستعمل مزيج مكون من بيئتين الأولى تربة طينية بمقدار واحد والثانية بيسموس أو تيرو بمقدارين كما يمكنك أيضا استعمال أي مزيج وذلك حسب البيئات الزراعية متوفرة عندك البيرلايت أيضا جد مناسب لزراعة البذور نخلط جيدا الخليط ونملأ الوعاء الذي سنزرع فيه بذورنا سنفتح الآن العلبة وسنستعمل آلة البذر الصغيرة هذا شكل البذور بذور صوداء اللون صغيرة الحجم آلة البذر هاته أصدقائي تتوفر على قياسات من واحد حتى خمسة وسأختار الرقم واحد لأن البذور صغيرة جدا وهي ستساعدنا على التحكم في عدد البذور التي سنزرع وسأفتح هنا أصدقائي قوسا لأني أعرف أن بعض الأصدقاء سيسولونني عن مكان بيع البذور وآلة البذر وغيرها من الأدوات التي نستعمل في الزراعة المنزلية وكلها أصدقائي اشتريتها من موقع علي إكسبرس وهي بأتمينة جد مناسبة ولأسهل عليكم العملية سأترك أسفل هذا الفيديو روابط مباشرة لبعض الأدوات الزراعية كمقص التقليم وبقاقص الرأي وغيرها كذلك أسس بلاس وأسس من الكارتون كما قلت أصدقائي ستجدون الروابط أسفل هذا الفيديو ونعود الآن لموضوعنا بعدما الألواء بالتربة نروي جيدا بالماء نبدأ في وضع البذور بطريقة متساوية فوق التربة الثوم المعمر يستخدم بكثرة في الطبخ في السلطات والجمد وبدأ تابيته مؤخرا تكبر في بلداننا العربية ونأمل أن ينتشر أكثر للاستفادة من فوائده التي لا تعد ولا تحصى بعد الانتهاء من وضع البذور نغطيها بطبقة خفيفة من التربة ونضغط عليها قليلا باليد لتتبيت البذور إذا زرعت في فصل الربيع فلا داعية لتغطية الوعاء أما إذا زرعت في أواخر الشتاء وكان الجو ما زال باردا فيفضل تغطية الوعاء بكيس بلاستيك أو وضعه داخل البيت في مكان دافئ جيد الإضاءة الثوم المعمر أصدقائي يحتاج شمس مباشرة وريء معتدل وتربة خصبة نبات مزهر وألوان زهرتي تكون باللون الأبيض والوردي والبنفسجي يزهر آخر الربيع وأول الصيف له قدرة كبيرة على مقاومة البرد والسقيع ويحتاج الأسمد المعدنية والعضوية لنمو جيد بالمناسبة سأريكم تطور نمو نبات الزعفران وكما تشاهدون فهو ينمو بشكل جيد ولمن لم يشاهد الفيديو الذي زرعنا فيه بصيلات الزعفران هاته فهنا ندعوه لمشاهدة الفيديو وانتظروا قريبا فيديو حول زراعة الجوز والجرجير هذا أصدقائي الجزء الأول وسنتابع معا بحول الله الجزء الثاني آملين أن يبارك الله لنا في زراعتنا ونرى محسول بسيط من هذا النبات الجميل شكرا للمشاهدة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة